موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج ستار كيدز موسيقى بالطبع اليوم إن شاء الله رح تكون عندي ضيفة مميزة جدا ستار الحلقة تم اختيارها قبل أيام ضمن أفضل مئة شخصية لعام 2020 إلى فقرتنا ستار صغار ونتعرف على نجمة الحلقة موسيقى إذن كما قلت نجمتنا لهذه الحلقة تم اختيارها من بين مئة أفضل شخصية لعام 2020 ما نطورش عليكم نرحب وإياكم بالنجمة عريق شهد اليسمين أهلا بك يا شهد مرحبا بك عمي كمال وشكرا على الاستضافة الكريمة أنا عريق شهد اليسمين من مواليد 2011 أدرس في سنة الخامسة ابتدائي بمدرسة أبيرة محمد الحافظ سفيرة وشاعرة وكاتبة وإعلمين ما شاء الله عليك يا شهد ما هي أهم إنجازاتك يا شهد؟ أهم إنجازاتي تحصلت على المرتبة الرابعة وطنيا نعم من بين 12 ألف مشترك في مسبقة كتابة الرسائل نعم ثانيا تم تعيني من طرف الاتحاد الدولي كسفيرة عالمية للطفولة تعيني من طرف هارفريد الأمريكية بالاشتراك مع جامعة الثقافة والفن العربية سفيرة عالمية للطفولة تم منح لقب سفيرة سلام الطفولة من طرف الاتحاد الدولي للقبائل العربية نعم وأيضا هذه تقريبا أهم إنجازاتك لها مجموعة من الشهادات ما شاء الله لمجدت للأستوديو تقريبا ما يعادل 50 شهادة عندها ما شاء الله عليها هذه في إطار تنظيم مسابقة الوطنية لكتابة الرسائل للأطفال في طبعة لسنة 2020 والتي جاء تحت عنوان أو موضوع أكتب رسالة إلى شخص بالغ تحدث وللجزائر عامة هذه اليوم الدولي للتسامح 16-11-2020 عريق شهد اليسمين أيضا هذه بسمة أمل للسلام يشهد معهد بسمة أمل للسلام والأكاديمية الدولية للسلام والحريات وأكاديمية لهاي للعلوم التطبيقية بأن السيدة عريق شهد اليسمين المحترم محترمة قد حضرت محاضرة بعنوان الصرخة لعمالة الأطفال للمحاضرة الدولية الأستاذة السامية بو سلمة بتاريخ 11-2021 يعني ما شاء الله شهدات مشرفة جدا شبكة صفراء العالم السلام في العالم الأطفال وعديد الشهدات لو كان نوريها لكم كامل ممكن وقت الحرقة كامل يروح ما شاء الله إذن عودة إليك يا شهد اليسمين شفت لك حلقة من حلقات برنامجك قطر النداء الذي يبث عبر صفحة راق بأخلاقي وكان عنوان هو الثقة بالله بالطبع اللي معاي في البلاطو كاملا وحبين يسمع منك لحلقة الثقة بالله على المباشر إليك الخط الثقة بالله مرت مريمو بنتو عمران بموقف عصيب ومع ذلك قيل لها كلي واشربي وقري عينا عش حياتك ولا ترهق نفسك بالتفكير فالله عنده حسن التدبير تذكر أن الله جل جلاله قال لعباده لا تقنطوا وقال يعقوب لأولادي لا تيقسوا وقال يوسف لأخيه لا بتبتأس وقال شعيب لموسى لا تخف وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لساحبه في الغار لا تحزن نشر الطمأنينة نشر الطمأنينة في النفوس في ساعات القلق منهج إلهي نبوي أنشر الطمأنينة والثقة بالله فلابد من فرج قريب قال تعالى وفي السماء رزقكم وما تعدون فتوكلوا على الله في كل الأمور اللهم ملطف بالمسلمين فأنت اللطيف الكريم اللهم احمنا من هذا الوباء ومن هذا الابتلاء وأنت على كل شيء قدير ما شاء الله عليك يا شهد توكلنا على الله ونروحوا إلى فقرتنا الثانية ستارك بار ونشوفوك في تحدي أكبر مستعدة؟ مستعدة يلا إلى ستارك بار إذن ستارك بار كما عودناكم نشوف فيها بعض المقاشات مع برعمنا وأطفالنا ونجومنا ونشوفوا رأيهم فيها ومدى استيعابهم لأسئلتنا مستعدة يا شهد؟ مستعدة كونك سفيرة للطفولة في العالم العربي هل الطفل العربي بخير؟ الطفل العربي محتاج إلى رعاية واهتمام نعم نقوله ليس بخير ليس بخير نعم محتاج إلى رعاية واهتمام ودعم كبير من طرف المسؤولين في البلاد وكل الأشخاص نعم وشي رسالتك للهيئات الحكومة العربية إذن والحكومة العالم بسفعام رسالتي أنا بالطبع كتبت ذكرين عن أحوال الطفل العربي نعم وكتبت فيه سوف أعطيكم ملخصا منه نعم إن الهدف الأسمى لأعمالنا هو رسم حياة أفضل وسعيدة لأطفالنا يملأها السلام والعيش بعيدا عن كل أنواعهم وبعيدا عن تدخلات الكبار وأتمنى لهم أيضا حياة عنيئة وسعيدة لهم نعم ما شاء الله شاهد راهي تتكلم بالعربية الفصحة وهذا شيء عراقي جدا وشيء جميل وشيء مميز موفق يا شاهد إن شاء الله أنت كسفيرة للطفولة وش هو الشيء اللي تقدري تساعد به الطفل يعني أنت الآن ممكن أطفال العالم وأطفال الجزائر وأطفال الواد ممكن بشيفة خاصة يشوفوا في شاهد الآن هي القدوة والله هي الصوت اللي راح يعني يوصلوا به أمالهم وطموحاتهم واشتقدت تساعدهم يا شاهد أنا سأحاول بقدر استطاعتي أن يوصل صوتي أو بالأحرى صرخت كل أطفال العالم إلى كل مسؤول في البلد نعم وكل مسؤول في بلدي لنضمن لكل طفل حياة يسودها الأمان والسلام لكل أطفال العالم ما شاء الله عليك يا شاهد عندك التاريزمة سياسية عندك طموحات سياسية أو لا لا؟ نعم أحب تهدي سياسية في الجزائر نعم إذن الآن الأحزاب السياسية نقول لهم عندكم شاهد أبدو حضرها من الآن الحزب اللي حاب يديك مرحبا بي شكرا من هو قدوة شهد اليسمين؟ قدوتي هو الدكتور إبراهيم الفقي عليه رحمة الله عليه رحمة الله تقيلة بعض الكتب؟ نعم بين العناوين مثلا؟ ثقة بالنفس نعم حياتهم بلا توتر نعم جميل جدا ماذا يعني لك بشير مراح؟ نقول لك بشير مراح وش يعني لك بشير؟ الشيخ بشير مراح هو قدوتي نعم حتى أخي بشير إنسان طموح يشجع البراعم الصغيرة ويشجع الأطفال نتمنوا يا رب نحذو حذوه وكل شبابنا يدعم هذه البراعم الآن نسهل عليك الأسئلة رح نعطيك بعض ثنائيات وتختاري للأفضل أنا قالوا لي زورتي ستيف وباتنا صح؟ نعم خيري ليش كون أفضل؟ ستيف ولا باتنا؟ ستيف ستيف لو كان نقول لك النهار والشروق قنوات النهار أو قناة الشروق؟ الشروق علش شروق؟ لأن الشروق فيها برامج تحفيزية للأطفال وتمنى لكل مواقع أو القنوات الفضائية أن يجعلوا فيها برامج تحفيزية للأطفال تحفيز مواهب الأطفال الصغيرة نعم فلسطين أم سوريا؟ أنا أفضل لهم الأثنين لكن أفضل لسوريا فلسطين فلسطين؟ علش فلسطين؟ لأن فلسطين هي قضية العالم العربي نعم أحمر أم أصفر؟ بابا قالي راي تفضل لون الأحمر ومرة تفضل الأصفر؟ أحمر علش الأحمر؟ أنا أحب الأحمر لونك المفضل نعم كونان أم مريمي؟ كونان كونان كتبع فيه كونان؟ داروا جزء جديد أو لا لا؟ لو تتبع في القديم؟ لا تفضل جزء القديم وفي جزء جديد لاتي في جديد؟ ومازال قزم كونان ولا رجع للأصفر؟ لا مازال قزم مازال؟ فصل الصيف أم فصل الشتاء؟ وفضل فصل الصيف عن فصل الشتاء؟ قال له حر؟ لا لأنه فصل الصيف ما فيش دراس؟ لا فيها فيه المرح واللعب والمسافر أيوة نعم وراح تروح الصيف هذا إن شاء الله؟ إن شاء الله نروحه البجاية ولا صيف ولا باتنا إن شاء الله؟ بجاية عندك جبتك من بجاية أظن؟ نعم نعم يعني تروحوا البحار تابي جاية؟ اه أيوة تحية إذن لبجاية وكل ولاية هذا الوطن الحبيب نروحوا الآن إلى فقرة المواجهة ونستضيف فيها والد شهد الياسمين إذن نرحب سيد الأمين عريق ووالد النجمة شهد الياسمين مرحبا بيك سيدي الأمين وبيك أكثر سيكبال شكراً على هذه الاستضافة الكريمة اللي شرفتني وشرفت بنتي بارك الله فيكم وربي عاونكم شكراً لي كل كل الطاقة اللي معاك حقيقةً جو ما شاء الله وكيب كل ما شاء الله ربي بارك عليكم شكراً بيك يا نتمنى نشوفكم في أشياء أكثر وأكثر إن شاء الله يا رب العالمين وش هي الرسالة اللي نرجوها إلى الأولياء اللي عندهم مواهب مثل شهد ولي ما عنداش أيضاً أولاد ما عندهمش مواهب وش نقولونهم والله أنا الرسالة الأولى ولي نقدر نوصلها لأي يمكن في مشامعنا السوفي لأي والد سوفي ولأي أم سوفية أنه الموهبة في أطفالنا بنظري تينا نقدر نقسمها على قسمين القسم الأول يمكن الموهبة الربانية اللي يجي من ربي يعني ما تقدر تزيد فيها ما تنقص فيها صح هذه عند ربي القسم الثاني هي الموهبة اللي لازمنا نحن نزرعوها في أولادنا نعم نزرعوها في أولادنا خاصة في وقتنا الحالي ووقت للمجتمع في سد قثرت فيه جريمة وقثرت فيه الآفات لازم أولادنا من صغرهم ربهم على أن نزرعو فيهم موهبة رياضة حب أي مهم يعني حاجة تشغلة حاجة تشغلة نعم في إطار الدينة تعنا ومن خروش على مبادئنا صحيح نعم هذه نعم شكرا لك يا سيد محمد الأمين وأيضا هي رسالة إلى كل الأولياء مثلما قلت أبنائكم هما مشروع الحياة أخدموا على أولادكم وعلى تنمية مواهبهم والحمد لله أنا دايما نقولها أنا أيضا في ولايتنا عدنا نشوف الآن بعض الأباء ليد وولادهم للملعب كي يعتوق في الناس نعم نعم نشوفهم مناظر نشاء الله يعني لما نشوفوا أباء مثل الأمين جايب بنته وفرحان وسافر معاها في كل الأماكن ويدعم فيها في القناة اليوتيوب والفيسبوك هذا أمر جميل جدا يا رب إن شاء الله أولادنا كامل يعيشوا بخير ويكونوا بخير وعلى خير دائما إذن نروحوا إلى جو المنافسة والتحدي بين الأمين وأبناته شهد اليسامين شكون يبدأ لول إنتي ولا باباك إنتي من؟ بابا بابا يا ربابا نبدو لولين لا نزمي بالأسئلة اللي أحسنين بسم الله أول سؤال بسم الله الرحمن الرحيم سؤال الأول من هو الشاعري المفضل؟ محمود درويش مفدي زكريا تميم البرغوذي مفدي زكريا مفدي زكريا مفدي زكريا أم محمود درويش أم تميم البرغوذي قصيدة مشهورة أيها المارونة بين الكلمات العابرة محمود درويش إذن جوابك الخطأ الأول الثاني كان مساد يحسب لك سفر نقطة السؤال الثاني السؤال الثاني في نظرينا أفضل لاعب في التاريخ أفضل لاعب كرة قدم كرة قدم نعم كريستيان ورونالدو مارادونا زين دين زيدان أي شوفيك إش متسهلينها كيش متعطيها ملمح أعرف دعوت منهم الأول كريستيان ورونالدو مارادونا زين دين زيدان ركز مارادونا كريستيان ورونالدو أم زين دين زيدان كريستيان ورونالدو كريستيان ورونالدو كريستيان ورونالدو والجواب خطأ ولد بلادنا منهم 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 زين الدين زيدان نعم السؤال الثالث سؤال الثالث دولة اللي حاب نزورها نعم العراق تركيا تركيا مباشرة صحيح؟ صحيح ما شاء الله إذن عندك نقطة من أصل ثلاث نقاط أسئلتك يا شادلان صعبيلة صعبيلة الأسئلة كي لا يعرف شاتها من هي صديقتي المفضلة واحد إسراء اثنين مران ثلاثة روان نعم روان جواب صحيح صحيح إذن نقطة للبابا السؤال الثاني ما هي مادة المفضلة في القسم؟ إسلامية تاريخ لغة عربية إسلامية تاريخ أم لغة عربية إسلامية خطأ خطأ فريحة عجبتك فرحانة بخطأ بباك إذن ما هي مادة المفضلة يا شادل يا سمين؟ تاريخ تاريخ نعم السؤال الثالث شوفي إذا كان عرفه دعونا زنقات ويغلبك إذا كان ما عرفه رقم تعاد حيوان أليف أريد تربيته في البيت واحد يا أم عصفور اثنين ثلاثة كلب هنجاوب على السؤال أنا عارف السؤال خليك تربحي من ماذا بغضي؟ ماذا بنا تخصر ماذا بنا تخصر ماذا بنا تخصر هوي أصرت على هذا السؤال قلت ألي حاول تبدأ قلت لي لا بلاك حابة توجيه لك رسالة أنك لازم ت نعم 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 عصفور عصفور لا لا ما هي أنت مساعدة ايش نعم نعم قلت لي في الكوناس يحب أن ربي جارو طول ندير السؤالك ما بابا يجيب لي جارو للدار ها يتعادلت النتيجة إذن باباك يجيب لك جارو والله إحنا نعودوك في البلاطونا نشو لك جارو خلاص إذن تعادل في النتيجة بين الأمين وابنته شهد اليسمين هكذا نأتي على ختام حلقتنا اليوم كانت خفيفة وضريفة مع شهد ما شاء الله عليها بنت مميزة دعو لها بالتوفيق والنتائح هذا العام راه هي مقبلة على شهادة نهاية التعليم الابتداء نعم تقالف سنة الخامسة دعو لها إن شاء الله بالنجاح راح من الحلقة الآن راح نلوقفو لها كل شيء ما لديك حتى خرجها ولا تصوير حتى تنتهي الامتحانات ونرجع إن شاء الله وقبلة قتلي أنا من الحلم التيعي أني مقدم في بلاسك ستار كيدس وعدت قتلها لما تنشعي بإذن الله راح خليلي كنال البلاطو هذا وروحنا ستارك بار صح؟ اسمه عليش أنت قدر المسؤولية قدر المسؤولية تقدمي قدر إن شاء الله نختم معك بموضوع جميل جدا هو رسالة لي ولكم جميعا التسامح فإليك الخط يا شهد اليسمين حدثنا عن التسامح حتى يجتمع الشام البيننا جميعا التسامح مر أفضل خلق الله بمواقف جد عصيبة لكنهم بالتسامح حولوا نيران الحروب إلى أجنحة سلام بلغوا بها قمم السماء ورسموا أفضل صور السلام في هذا العالم فالتسامح هو العفو عند المقدرة والتجاوز عن أخطاء الآخرين فنحن نمنخلق للانتقم نحن دعاة السلام قال تعالى والكاذمين الغيذ والعافين عن الناس وقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة الحياة تمضي الحياة تمضي فلا داعي لنترك الكرة والحقد في داخلنا ولتبقى قلوبنا صافية مليئة بالحب والسلام والمشاعد النبيلة لكل إنسان اللهم ارفع عن أمتنا البلاء والوباء والسلام عليكم إذن هكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة مع موهبة جديدة من مواهب مدينة الواد ومواهب الجزائر السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة